اشتركوا في القناة مؤتمر التوافق على مبادئ الدستور اليوم بدون الاخوان والسلفيين الشروق صفحة اولى قانون افساد الحياة السياسية خلال ايام الاخبار صفحة تسعة اراقة الدماء تسقط شرعية السلطة الشروق صفحة اولى اليوم اعلان كشوف المراشحين المصر اليوم وفد المحاميين يرفض اقتراحات القضاء لحل الازمة مع لقاء شرف صفحة خمسة بقى في الشروق تضامن واسع مع علاء عبد الفتاح والتجاه لاستقناف قرار النيابة العسكرية بحبسه المصر اليوم صفحة اولى معاقبة 73 متهمن بالحبس 6 اشهر مع الايقاف في احداث استفارة الاسرائيلية وبراءة 2 الاهرام صفحة اولى فلسطين تكفوز بعضوية اليونسكو ب107 صوت الشروق صفحة اولى الببلاوي للشروق الدعوة لاسقاط يوم مصر تهز ثقة العالم فينا الاخبار رفع عالم مصر على اطول صاري بالجزيرة ارتفاعه 176 متر نبدأ كده يا استاذ اشرف واول خبر معنا هو عن مؤتمر التوافق على مبادئ الدستور اليوم ولكن بدون الاخوان والسلافيين هم الاخوان والسلافيين من منذ البداية من الايام التي تلت نجاح الثورة اخذهم قرروا انهم لن يقبلوا باي مبادئ حاكمة للدستور قبل تشكيل لجنة من البرلمان المنتخب لوضع الدستور فده موقفهم مش جديد هو الحقيقة فكرة المؤتمر والتوافق على مبادئ الدستور فيها برضو نوع من الافتقات على سلطة الشعب وفي نفس الوقت انا لا ارى انها ذاتة بال لانه المبادئ العامة للدستور مبادئ متفق عليها الدولة المدنية لا يوجد من يقبل بانه مصر بتكونش دولة مدنية ابواب الحريات والحريات الاساسية والحقوق الاساسية للانسان دي مسائل بتسمى في القانون الحقوق الطبيعية للانسان حتى لو ما نصش عليها في قوانين يعني ففكرة المؤتمر وتوقيته كمان الحقيقة مش ما هواش التوقيت الصح احنا مشغولين دلوقتي في الانتخابات اتصور انه الاهم هو معركة الانتخابية التي تخدها مصر انما فما ينفعش النهار ده انا جاء اقول للقوة السياسية سيبوا الانتخابات وسيبوا الشارع لكن هو ده يعني استمرارا لمفهوم سيد عند النخبة تجاهل الشارع وتصورهم انهم يقدروا يحلوا مشاكل مصر في الغرف المكيفة بعيدا عن الشارع فهم سيبوا معركة يفترض انها دائرة الشارع كان يسبب الاداء وحاجة دي يختلف بعد السورة ده لكن كنا بنأمل ليه بصراحة اصلا هو الاداء هو الاداء 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 عشان يختلف الحقيقة محتاجين وقت لانه الناس لازم تختلف لازم برمجة الدماغ تختلف يعني السورة ما هياش مفتاح سويتش نقلب خلاص احنا كده فترة ما قبل السورة وفترة ما بعد السورة مسألة محتاجة وقت شوية ايو شروع صفحة اولى قانون افساد الحياة السياسية خلال ايام القانون اللي اتكلم عليه ناس كتير جدا طبعا خلال ايام دي الجملة دي طبعا بنسمعها من 11 فبراير تقريبا واضح انه الايام يعني من قياس الايام عندما يحسبونا الايام مختلفة يعني يوم كأنه 50 الف سنة مما تعدون لانه كمان لو احنا جينا للانوان اللي بعد كده نتشوف المرشحين هتعلن النهاردة طب وبعدين احنا كده هنطبق قانون بأثر راجحة وهنخش في مشكلة هنطلع كشوف ناخبين مرشحين وبعدين نطلع قانون اسمه افساد الحياة السياسية اللي هو بيقول انه فلان وفلان وفلان اللي قدمه وراء ترشحهم اللي ببقى لا يصلحه وبين قال كمان انه هيطلع خلال ايام ده ممكن يطلع بعد ما يكون خدوا الحصانة ودخلوا مجلس الشعب واصباحوا عند سيد قراره معرفش اذا كان هيظل سيد قراره بعد بعد الثورة ولا لا المجلس الشعب فالحقيقة انه بكده اللي عبواسع اه قانون افساد الحياة السياسية يجب ان يحسم اما اه او لا نفس الفكرة فكرة انه تشتيت اهتمام او انتباه الناس في اتجاهات كتيرة بعيدا عن اهدف محددة ومهمة اسألة في شديدة الخطورة يعني فكرة مرفوضة مرفوضة تماما الاخبار صفحة تسعة اراقة الدماء تسقط شرعية السلطة الخبر ده يمكن اه ايه رأيك عمتا في العنوان المكتوب هو طبعا هو العنوان ده يتعلق بالرسالة الجامعة العربية لسوريا اه لانه النظام في سوريا كمان رفض المبادرة العربية واي تفاهم يعني لكن الحقيقة انه اصحاب هذه الرسالة اللي هي انظمة الحكم العربية اه هي نفسها يريدها تفهم هذا الكلام مكانش مكانش هيبقى فيه مشكلة اه راقة كل الانظمة المستبدة وكل الطغاة لا يستوعبون هذا الدرس الا بعد ان تنهر شرعيتهم ويظلوا يصفكون الدماء دون لانهم يتصوروا ان الشرعية شرعية البقاء في الكرسي وليست اي شرعية تاني للأسف اه يعني نقدر بقول ان العلوان ده مناسب للكونسبت او للموضوع مناسب تماما بس ما حدش فهمه او ما يتوقع حتى ما توقعوش حتى اللي استخدموه ما بيستمش مقتنعين به يعني حتى لانظمة الحكم العربية القائمة بدليل انه حتى هذه اللحظة الجامعة العربية او الدول العربية لم تسحب شرعية نظام الحكم السوري اللي هما بيقولوا انها سقطت بعد ما استشهد في سوريا اكتر من ثلاث او اربع تلاف شهيد على ايد النظام اللي هو يفترض ان شرعيته سقطت شرعيته تسقط ازاي انا اسحب اعترافي دي الجامعة العربية تسحب اعترافها بالنظام السوري الدول العربية تسحب اعترافها بنظام بشار الاسد وتعترف في المجلس الانتقالي ده يبقى هو ده تحرك اللي جاب يبقى هما متصقين كمان مع الكلام اللي بيقولوا الشروق اليوم اعلانك وشوف المرشحين وده هيبقى يوم طبعا يوم مهم جدا يعني اتصور انه اسماء المرشحين هتيجي قبل صدور قانون افساد الحياة السياسية يعني منتظر ان احنا نرى بين المرشحين اسماء العشرات لم يكن المئات من رموز الحزب الوطني الناس اللي نجحوا دورة واثنين وثلاثة بالتزوير لكن بما انه مفيش قانون يمنع انهم يترشحوا فهم هترشحوا لذلك اتصور انه النهارده هيبقى يعني يوم عاصف بعد اعلان هذه الاسماء يا ربنا يعني قد دينا عادين وهنشوف اللي هيحصل المصر اليوم وفد المحامين يرفض اقتراحات القضاء لحل الازمة في لقاء شرف نقدر نقول ان في عند شديد جدا بيحصل ما بين الجبهته يعني رغم انه طبعا محدش يحب انه يبقى فيه ازمة بين جناحي العدالة لكن انا شخصيا ارى انها ازمة حميدة لانها قانون السلطة القضائية المقترح لا يجب ولا يوجد ما يدعو ان يمر بعيدا عن وجود مجلس شعب منتخد ما فيش ما يدعو للعجلة انا ليه المجلس على القضاء ندري القضاء عايز يمرر قانون سلطة القضائية لو القانون الحالي وحش احنا بنتعامل به بقى انا 30 سنة ونكمل كمان سو Newton وشهور عشان ده قانون القانون سلطة القضائية ده قانون من القانون شديدة الاهمية ده مش قانون يهم السلطة القضائية مش زي قانون نقابة الصحفين ولا قانون نقابة الاعلاميين ولا ده قانون يهم بالشعب المصر كله. هم مخبرينه موضوع زيادة عن اللزوم برضو. يعني يدينه حق اكبر من حقه كتير. بالنسبة. اه بالنسبة لان هما يعني الموضوع ما يدوره. بالضبط. ما هي يعني هو طبعا آآ هو خلاف آآ صراع يعني يقرأ اقرب الى صراع صراع قوة او صراع على النفوس بين القضاء والمحامين. لكن الحقيقة انه هذه الازمة افادت لانها على الاقل جمدت المشروع والمجلس العسكري والحكومة قررت انها مش هتنظر فيه الا من خلال برلمان. مجلس القانون السلطة قضية لا يجب ان يصدر الا من خلال برلمان منتخب. تمام. اه الشروق اه الشروق صفحة خمسة تضامن واسع مع علاء عبدالفتاح واتجاه الاستئناف قرارا نيابا العسكرية بحبسه. اه تضامن يستحقه علاء عبدالفتاح تماما. اه مهما كانت ايا كانت الاختلافات مع مواقفه او ارواه في السياسة. لكن في الاخر اه علاء عبدالفتاح شاب اه وطني. اه بيحب مصر نشط سياسي لا يجب انه يكون اه اه اعقوبته هو الحبس. الحاجة التانية. اه انه ليحاكم قدام نيابا العسكرية. خصوصا انه في القضية دي الحقوقيين ومنهم علاء عبدالفتاح بيقولوا ان المؤسسة العسكرية اه متورطة بشكل ما في اه او بيطلبوا بالتحقيق في دورها في الاحداث. وبالتالي كان من المفترض ان النيابا العسكرية تستشعر الحرك في انها تنظر القضية. لانها بقت خصم وحكم. وكانت تتنحة عن القضية دي. احنا ما بنقولش انه اه النيابا العسكرية. النيابا العسكرية لها تخصو اختصاصاتها ولها حالات من حقها تنظر فيها قضايا. لكن في قضية زي دي كان يجب انها تتنحة عن النظر فيها. وهتوحيلها الى النيابة المدنية. اه ان كانت نتيجة التحقيق معي. كان يا دي حاجة عظيمة جدا. لو رحنا بقى للمصر يوم في الصفحة اقولها مكتوب ايه. مواقب 73 متهمة بالحبس. اه ستة اشهر مع الاقاف في احداث السفارة الاسرائيلية وبرائة اتنين. اه يعني اه غريبة. يعني اه بالضبط يعني اعزين بعد. بعد كل التخريب والضمار اللي حصل. وهي يعني احنا بنسميها مجازا احداث السفارة الاسرائيلية. وكان ممكن يترد رد عنيف جدا. يعني بالضبط. يعني يعتبر الرد اللي حصل ده كان غير متوقع شوائي. اه لا هو الحقيقة حجم التخريب اللي حصل. اه اه وطبعا مكتش بس. احنا بنسميها مجازا السفارة. احداث السفارة ده الاسم الاعلامي. لكن هو اللي حصل تمت. اه غير متوقع باسرائيل يعني. اه. اه. يعني ممكن يبقى اقع. اه لا. بعيدا عن اسرائيل. احنا تمت مهاجمة مدريت امن الجيزة وتم حرق عربياتها. تمت مهاجمة الكنسولية السعودية. اه وفي الاخر بنجد قدام اه عقوبة مع الإقاف فتدي إحساس الحقيقة بإنه القضية لم تستوفي حقها إما من التحقيقات إما من الجهد المطلوب علشان نوصل للفاعل الحقيقي خصوصا إنه القضية دي قلنا قبلها إنه في ناس كتير إنه فيه أصابع خفية وراها فين الأصابع الخفية فيه عقول مدبرة فيه فلول نظام هي اللي حركت يمكن دول هما السمك الصغير يعني ما حبوش يكلوهم لكن كان على الأقل يجب أن تصل التحقيقات للراس الكبير بالضبط كده الخبر بقى الأحسن في الموضوع كله النهاردة الأهرام فلسطين تفوز بعضوية اليونسكو بمية والسبعة أصوات دي يعني قلنا كتير وزماني إنجاز كبير عمل حاكتين زي بالضبط التقدم لطلب الحصول على العضوية الأمم المتحدة لدولة فلسطين كشف الوجه القبيح لأمريكا لأنها اضطرت تقطع مساعدتها أو مساعدت دعمها أو بزنيتها لليونسكو ربا على هذا الموقف وتبقى أمريكا لوحدها بتعيد مية وسبعة دولة وخمسين دولة تنوى عن التصويت يعني مش رفضين المسألة فأنا شايف إنه هو إنجاز للدبلوماسية العربية عموما مبروك مبروك وألف مبروك لفلسطين كمان الشروق الببلاوي للشروق الدعوة لإسقاط ديون مصر تهزي ساقط العالم فينا هو إحنا ما ببقناش عرفه هو ده حاجة كويسة ولا دي حاجة وحشة يعني وفي ناس دي علمك هو الحقيقة إنه مسألة إسقاط الضيون أو شطبها أو كده هي ليست حالة واحدة يعني هي مسألة مختلفة تختلف من دولة يعني هو في اليوم اللي هو بيقول فيه هذا الكلام الدكتور حازم الببلاوي تم الاتفاق بين قادة المنطقة اليورو على شطب خمسين في المية من ديون اليونان دون أن نتحدث عن اهتزاز ثقة أسواع العالم في اليونان أو في الاقتصاد اليوناني أو كله هو يجب أن يكون القرارات إحنا طبعا عندنا مشكلة دايما في اتخاذ القرار أو اتخاذ المواقف قل ما تبقى مبنية على رؤية واضحة أو تحديات ماليزيا قبل كده أثناء الأزمة المالية الأسيوية سنة 97-98 خدت موقف مشابه وقفت سداد القروض وبدأت تتحرك بعيدا عن صندوق النقد الأرجنتين من حوالي 12 سنة خدت موقف مشابه وقررت وقفت سداد ديونها لحين الخروج من الأزمة يعني هي ما فيش رشدة حاسمة قد يكون كلام الدكتوري الببلوي صحيح وقد يكون عليه ردود كتير أو عليه ملحظات كتير ينفح حد يقولها ده آخر خبر معاين نهارد فقرة الصحافة هو في جوردنال الأخبار رفع عالم مصر على أطول ساري بالجزيرة اتفاعه 176 متر هو مبدايين ده ارتفاع الساري مش ارتفاع العالم مش اه طبعا أكيد يعني هو لا بأس بها يعني في ظل أجواء التوتر والقلق اللي احنا عايشين فيه انه يبقى فيه حاجة فيه حاجة الناس تبص عليها وتبتسم حتى يعني مش لازم يعني حتى لو ما تحمستش حتى تبتسم فده شيء كويس الحقيقة مصبور ما بين كل خبر وخبر برضو روح يلازم بالظبط كده ما ينفعش تبقى كل قيمة الأخبار بالقطانة بتاعتنا بصراحة هو أحسن خبر هو خبر فلسطين أنا بشكرك جدا يا أستاذ أشرف على وجودك معنا نهاردنا وقتنا مشاهدين كان معنا الأستاذ أشرف البرباري وهو رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروق قبل ما نروح بالفقرة اللي جاية دي على طول هيكون معنا تقرير له علاقة بآخر خبر كان معنا في الصحافة هو أطول ساري عالم في العالم أقيم بمركز شباب الجزيرة احتفالية قبرى بهم الناس بترفع عالم مصر على أطول ساري في العالم حضر الاحتفالية العديد من الوزراء وأعضاء المجلس العسكري تعالوا كده نشوف التقرير ده ونرجع مرة تانية على الفقرة اللي جاية على طول ترجمة نانسي قنقر